أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم اللعبة نحن اليوم متواجدين في نادي القادسية وعندنا لعبة جدا مميزة ومهمة وهي كرة الطائرة خلكم معنا بعد الفاصل نتابع أكثر هذه اللعبة كابتن عادل الساحلي مدرب كرة الطائرة لفريق تحت 14 بالنادي القادسية صار لي في ميدان التدريب يعني مدة طويلة وأنا بالنادي صار لي سنتين كان لي شرف أني دربت قبل فترة هذه بالنادي مدة خمسة سنوات وإحنا ما شاء الله يعني أسسنا كثير لعبة والحين نحن بصدد يعني تأسيس فريق ثاني قاعد نعد حق المستقبل اللعبة هذه تحتاج يعني مهارات سواء كان بدنية وإلا عقلية يعني فيما يخص يعني ذكاء اللاعب ولا الفتنة متاعه على المستوى البدني هم بعد تكون يعني التوافق الحسي العضلي حق اللاعب يعني مهم جدا في كرة الطائرة كرة الطائرة أكيد تحتاج لعبين ذو قامة طويلة وإحنا قاعدين نروح المدارس ونختار حق اللعبة اللاعبة اللي يكون فيه عندهم طول والحمد لله يعني فيه شوية قبال بس هم بعد نحتاجين زيادة وإحنا الحين يعني قاعد نأسس ونركز على موليد 2006 اللي هما نعتبروهم يعني نشح حق المستقبل إن شاء الله نتوفق في المهمة هذية بالنسبة لانتقال اللاعب يعتمد بالأساس على يعني الطول كأوى عامل يعني مهم للكرة الطائرة طبيعي أنه مع الطول لازم تكون مواصفات اللاعب يعني يكون عنده توافق يكون لعب يعني بديهي عنده سرعة البديهة لأنه لعبة كرة الطائرة تحتاج الذكاء وهذا هو أهم عوامل يعني هو العامل النفساني والعامل البدني على مستوى الطول بالنسبة للمراحل السنية اللي حددهم الانتحاد السنة هذه عنا موليد تحت عشرة سنوات اللي هما موليد 2009-2010 وعندنا يعني موليد 2008-2007 اللي هما تحت 12 فيما يخص الفئة اللي بعد واللي هي عندي موليد 2005-2006 يكونوا تحت 14 و2005 راح يصعدوا السنة جاي الموسم الرياضي الجاي راح يكونوا تحت 16 راح يكونوا هما موليد 2004 وراح يصعد من فريق تحت 12 موليد 2007 ويلتقيوا مع الموجودين عندي الحين من فريق تحت 14 اللي هما موليد 2006 وبعدين في مرحلة أخرى اللي هما تحت 18 اللي هما يكونوا من موليد 2001 وموليد 2000 هذا هو يعني كملخص حق الفئات العمرية اللي حددها الانتحاد الموسم الرياضي الحالي نطلع معاكم عزال مشاهدين فاصم ثم نرجع استكمل معاكم حلقتنا حسن كندري أحد لاعبين نادي القاتسية لكرة الطائرة حسن كلمني عبداتك في كرة طائرة شون كانت؟ كانت يعني كنت ألعب مع أخواني وعيال عمي كنا نلعب بالمزرعة فعبيت اللعبة فهذا الشيء تنادل قاتي شون تشوف لعبة كرة طائرة بشكل عام خاصة أن لعبة شوي يبيلها واحد يعرف قوانينها بشكل عام مو منتشر بشكل كبير يعني مثل قدم هي لعبة حماس ولازم تكون مركز تركيز كامل وبس يعني شون تشوف الفئة اللي انت فيها صعبة ولا سهلة الواحد يقدر ياخذ اساسي؟ واحد يشيد حيلا ياخذ لمركز اساسي إن شاء الله وين مركزك يعني شوفك لابس اسود غير عنهم شكلك ليبرو؟ لا ألعب أربعة شون وظيفة لأربعة شون وظيفة لأربعة شسوي داخل ملعب؟ أربعة يشوت أو بلوك كات شون البلوك اللي هو الحاجز عشان يصد الهجمات؟ اي يصد الهجمات فريق الخاصم تكلمني عن المراكز اللي تلعب فيها غير الأربعة ألعب يا أربعة يا اثنين يعني كل المراكز هذي؟ نفس المهم بس اللي أفرق الترتيب يعني اي الترتيب وإن شوت باليمين وشوت باليسر شون تنسقهم مع بعض إذا يعني أنتو الأربعة قاعدين جن بعض يعني الواحد فيكم اللي شوت يعني واللي فرضان يموه هنا يبيشوت شون تنسقهم بينكم؟ نتكلم نقول ماي ونتشوف المناسب أكثر عقلكرة ويشوت يعني في كلمة بينكم؟ ايه اسمه ماي هي ماي؟ ايه مع الكل ولا أنتو بس شفرة لكم؟ لا مع الكل اه تشذي الواحد يعرف من اللي بشوت صح؟ اي صح بس يعني تكون مركز يعني متى تقول ماي يعني مو أي وك اه بداية بالكرة الطائرة كانت شوية صعبة لأن ما كان عندي خبرة بالرياضة بس كابتن عادي طالب عمره ساعدني بالإرسال وساعدني أن قوي استقبال مالي فحسني كلاعب شنو أهم شي تشوفها بلاعب الطائرة؟ شنو أهم شي لازم يتقنع عشان يقدرنا يلعب كرة الطائرة؟ لاعب الطائرة لو ما عارف يستقبل ما يعارف يلعب أهم شي عند الطائرة المعيارة والاستقبال؟ نعم والعنصر الثاني؟ العنصر الثاني يكون الإرسال إرسال واستقبال هذا أهم شي بالطائرة؟ أهم شي الفاجي سهلت؟ اي اه اين مركزك فيسال بملعب؟ انا مركز رقم واحد رقم واحد هو أكثر رقم على ضغط بحيث أن يشوت صح؟ اه لا رقم واحد هناك بالكورنر وراه اللي هو ممكن يصد لها جمال؟ اي يصد ويرسل يصد ويرسل؟ اي نعم اذن شون تدرب على الإرسال؟ إرسال بساعات يكون بدايتك صعبة بالإرسال لأن الواحد مو كل واحد يتقن للإرسال بسهولة اه أنا كان عندي موهبة بالإرسال وكابتن عادو طلعها فيني اه ماشاء الله يعني الموهبة يعني تطورت داخل نادي اي نعم شوفك إن شاء الله بمنتخب؟ إن شاء الله ولي تغير مركزك؟ لا والله ما يتغير والله بدت بفريق المدرسة بدين عقوبها قلت ليش ما أدخل نادي أشوف نفسي زين فدخلت نادي قدسية شوف يعني بدايتك في النادي بعد ما شفت يعني لعبت كرة طائرة وتطورت فيك؟ والله شفت إن طبعا اللعب يطور كل من فضل الكابتن المدرب وبس يعني شوف الواحد يقدر في لعبة طائرة يلقى مكان أساسي في لعبين يعني يعني عدد كبير من لعبين يلعب في المراكز كله هو لازم بالجهد يعني تطور من مهاراتك ولكابتن يشوفك يعني أنت حين زين يلعبك أساسي قبل كل هذا يعني عرف وين مركزة اللي يصلح لللاعب صح؟ اي طبعا لازم يعرف مركبة المركز ولكن في شيء دوران أفو أن تلعب تقدر تلعب بكل مكان يعني تلعب كل مكان المركز اللي تحس النفسك تبدع فيه تكمل فيه وين ثبت أنت أي مركز؟ والله بربعة لعب شويت والله أنا بديت قبل سنة طافة ونص صار لي سنة ونص بديت يعني على بداياتي وبي كان يدغبني بالبيت أنا يعني أحب اللعبة حل وش اسمه حل يعني هاو اللعبة يعني ليما نوصلت إلى نادي القاتسية وبعدين قمت ألعب ويا الشباب وغبعي وش اسمه يعني قمت ألعب بالبطولات لما وصلت إلى الحين كلمني عن تدريب يعني أكيد تغير عليك تدريب من البيت للنادي شنو اللي يفرق عليك؟ وايد يفرق ش اسمه كنت احتياط كان يحطوني احتياط الآن قاموا يحطوني الآن قاموا يحطوني أساسي وش اسمه كنت أغفى الآن يغفى عنا هذا أكيد يعني دليل جهدك أنك طورت من نفسك وقدرت تثبت يعني أنك تستحق المركز الأساس؟ إيه لأن أنا هاوي اللعبة فأستانس لما الألعب وبالتمرين يعني ما قعدت أتنحن شو كذي فأنا أحب اللعبة يعني مستمر إن شاء الله إن شاء الله رح نشوفك أساسي منتخب؟ إن شاء الله لازم تشد حيالك أفعاليك شو تدرب أكثر بالنادي أفعاليك إن شاء الله بعد ما شفنا معكم عزاء المشاهدين حلقتنا لهذا اليوم وصلنا معكم إلى الختام شوفكم باشر في حلقة جديدة مع السلامة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم